فواكه تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الأمعاء وبالتالي فإنها تعد مفيدة للقولون العصبي ولكن على الجانب الآخر فإن هناك فواكه تزيد من أعراض القولون العصبي سواء وبشكل عام يمكن القول إن الفاكهة القليلة بالفودماد تعد الخيار الأكثر أمانا لصحة القولون ويرمز الفودماد إلى مجموعات من السكريات قصيرة السلسلة القابلة للتخمر والتي لا تستطيع العماء الدقيقة امتصاصها جيدا ولذلك فقد يسبب تناولها اضطرابا في الجهاز الهضمي ومن الفواكه التي تعد منخفضة بمحتواها من الفودماد وقد تكون مناسبة للمصابين بالقولون العصبي نذكر الآتي عاشرا التوت من أهم الفواكه الغنية بمضادات الأكسدا والألياف الطبيعية التي تعد ضرورية لحركة العماء وتطهير المعدة والقولون وبالتالي فإن تناولها بانتظام يسهم في تنظيف القولون وتهديئة الانتفاق والالتهاب الحاصل أيضا تاسعا الليمون من فواكه علاج القولون فاكهة حمضية غنية بالفوائد السحية ومنها العناية بصحة القولون كون الليمون غني بمضادات الالتهاب وفيتامين جي الذي يهدئ من التهاب القولون ويسعد في التخلص من الفضلات فضلا عن دوره في تنظيم الجسم من السموم ثامنا المانغا من فواكه علاج القولون تحتوي فاكهة المانغو على الكثير من فيتامين أليف وهو فيتامين يحمل وظائف مهمة في جسم الإنسان والتزود به يعزز صحة العظام كما يحسن القدرة الإنجابية والجهاز الهضمي ويعطي نظارة للبشرة فوائد المانغو العظيمة بالإضافة إلى طعمها الحلو اللذيذ جعل منها مالكة على عرش الفواكه وأطلق عليها لقب مالكة الفواكه فهي غنية بالعديد من العناصر والمواد الغذائية الضرورية للحفاظ على الصحة من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسادة حسب موقع ويبتاب تعتبر المانغو من الفواكه للسوائية الغنية بالالياف الغذائية مما جعلها تشتهر منذ القدم في تهديئة المعدة وعلاج مشاكل الجهاز الهضمي والإمساك ومشاكل القولون العصبية سابعا العنب العنب من الفواكه الغنية بالسكريات ومضادات الأكسادة وهو يساعد في طرد الغذات من المعدة وعلاج قراح والتهابات الأمعاء والاثنى عشر كما يساعد العنب في تخليص الجسم من السوائل المنحبسة فيها تساعد للياف والماء الموجودين في العنب في الحفاظ على انتظام حركة الأمعاء والتقليل من الإصابة بالإمساك مما يجعله من الفواكه المفضلة لعلاج القولون العصبية سادسا الفراولة الفراولة من الفواكه الغنية بالمياه ومضادات الأكسادة والألياف الطبيعية وهي تساعد في تقليل أعراض القولون العصبية وتخليصه من الفضلات المسببة لالتهابات القولون تتميز الفراولة بالمحتوى العالي من الألياف حيث تشكل الألياف 26% من محتوى الكربوهيدرات بالفراولة تساهم الألياف في تغذية البكتيريا النفعة في الأمعاء وتحصين صحة الجهاز الهضمي كما تعد الفراولة من الأطعم قليلة فودماب لذلك تعد من أهم الفواكه المفيدة للقولون العصبية خامسا الموز يعد الموز من الفواكه المفيدة للقولون ويعود السبب في ذلك إلى احتوائه على بريبيوتيكس وهي نوع من الكربوهيدرات لا يعظمها الجسم وإنما تعد غذاء للبريبيوتيكس وهي البكتيريا النافعة الموجودة في الأمعاء وتوفر هذه البكتيريا العديدة من الفوائد الصحية للجسم ومن هذه الفوائد التقليل من الأعراض المرتبطة بالقولون العصبية ويجدر التنبيه هنا إلى أن تناول الموز قد يسبب الإسالة لبعض الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبية فالبعض قد يعانون من الإسال بعد تناول موزة واحدة ولكن تناول قدمة واحدة من الموز لن يسبب ذلك رابعا الكيوي قد يكون الكيوي مناسبا لبعض الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي فقد أشارت دراسة نشرتها مجلة عام 2010 إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الإمساك المرتبط بالقولون العصبي والسالك ثمرتين من الكيوي يوميا مدة شهر انخفضت المدة اللازمة لتفريغ القولون لديهم وزاد عدد مرات التغوط كما تحسنت وظائف الأمعاء لديهم أيضا الثالثا الجريفروت الجريفروت من الفواقه الغنية بالمياه والعصائر الطبيعية كما أنه قليل نسبة السكر فيمكن تناوله بأمان بالإضافة إلى أن الجريفروت غني بفيتامين سي وفيتامين ألف وهي فيتامينات مفيدة لجهاز الهضمية وتحسن من امتصاص الأمعاء للطعام والمواد الغذائية وهو يساعد في تليين الفضلات في القولون مما يساعد في سهولة التغلص منها بسرعة ثانيا الأفوكادو من فواكه علاج القولون العصبي يعد الأفوكادو من الفاكهة منخفضة الفودماب ولكن ينصح بعدم تناول كمية كبيرة منها إذ أن ثمن الثمر يعد حصة مناسبة للمصابين بالقولون العصبي وفي حال كانت الحصة أكبر من ذلك فهذا يعني إسيلاك كمية أكبر من سكر السيربويتويل وقد يزيد ذلك من احتمالية ظهور أعراض القولون العصبي وينصح الأشخاص المصابون بالقولون العصبي والذين يستطيعون تحامل الأفوكادو بتناولها وذلك لأن هذه الفاكهة تحتوي على كمية عالية من الألياف الغذائية المفيدة للجهاز الهضمي إلى جانب الدهون الصحية والتي قد تكون مفيدة لبكتيريا الأمعاء أولا الباباي من أفضل فواكه لعلاج القولون تحتوي الباباي على أنزيم يسهل هضم البروتينات كما أن محتوى هذه الفاكهة من الماء والألياف قد يكون مفيدا لتحسين عملية الهضم ويعتقد أن هذه الفاكهة مفيدة لمن يعانون من الإمساك وغيره من العراض المرتبطة بمتلازمة القولون العصبي فقد شارت دراسة نشرتها مجلة ييرو اندوكرينولجي تيترز عام 2013 إلى أن شرب أحد المنتجات المصنوعة من الباباي يساهم في الحفاظ على وظائف الجهاز الهضمي الطبيعي ويقلل ظهور أعراض القولون العصبي عند المصابين بها فقد حسن أعراض الإمساك والانتفاخ وغيرها من العراض عند المشاركين في الدراسة